أكد المهندس كامل وزير وزير النقل أن نجاح مصر في الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئاسي بفوز كبير يعكس ثقة العالم في مصر وقيادتها وخططها الإصلاحية التي تقوم بها في كافة المجالات وضف في تصريحات عقب فوز مصر خلال الانتخابات التي أجريت بالعاصمة البريطانية لندن أن هذا الفوز له أهمية كبيرة بالنسبة لمصر التي تعتبر من الدول الرائدة في مجال النقل البحري وخاصة ما تتمتع به من موقع جغرافي يمثل قلب العالم يمكن ثقة العالم كبيرة جدا في مصر وقدرتها على الأمن والأمان وهذا ما تدعو إليه المنظمة البحرية فكرة السلامة وفكرة الأمن وفكرة منع الكثير من الجرائم كيف تجد نظرة العالم لمصر في هذا الشقة تحديدا؟ والله أنا ألخص كل هذا الكلام في كلمتين اتنين مصر المكان والمكانة مصر مكانها الجغرافي تواجد قناة السويس اللي هي أكبر ممر ملاحي على مستوى العالم تواجد المنطقة الاقتصادية وخدمة الخدمات اللوجسية لكل الدول التي تعبر من خلال قناة السويس والبحر المتوسط والبحر الأحمر أيضا أن مصر لديها صناعة في مجال النقل البحري يكفي أن نقول لأستاذ المشاهدين أن توجد ترسانة الإسكندرية البحرية التي تقوم الآن بصناعة سفن مدنية بالإضافة إلى صناعة قطع بحرية مثل الفرقات الشبحية جو ويند كل ذلك بيقول أن مصر على الطريق وعندما تتبوأ مصر رئاسة هذا المركز من الفئة سيف في مجال النقل البحري بيقول أن مصر وكما ذكرنا سابقا يا أستاذ هاجر بتستعيد مكاناتها والدول لديها فخة كبيرة للاستقرار التي يتواجد ومصر لديها عقيدة هي العمل في التنمية وفي مساعدة الأشقاء ويكفي أننا أقول لو ما طولناش في النقطة دي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية سبتمبر الماضي وفي اجتماعات الجمعية العامة لأم المتحدة رقم 74 قال كلمة في الجلسة الرئاسية الجنرال دبيت قال مصر مستعدة أن تقدم وتمد يدها للدول التي تعاني من الإرهاب ليصال ذلك ليه حتى يتحقق الأمن والاستقرار